موسيقى نشرة مفصلة للأخبار البداية مع العنوين موسيقى الحكومة العراقية تصف العمليات التركية شمال العراق بالاعتداءات المتكررة وتدعو إلى وقفها فورا وتناشد المجتمع الدولي التحرك الرئيس الجزائري يحذر من انزلاق الوضع في ليبيا إلى ما هو أسوأ مما عرفته سوريا ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في ليبيا منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية من كورونا وعلى وقع ارتفاع أرقام المصابين وتدعو دول إلى أقرار تدابير حج في غياب بداء المواجهة الفيروس أهلا بكم دانا المتحدث باسم رئاسة الحكومة العراقية أحمد ملا طلاه بشدة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية واعتبرها مسيئة للعلاقات الوثيقة بين الشعبين الصديقين وفق تعبيره أطلب في بيان بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تسيء للسلم الإقليمي فضلا عما تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية البيانة كده أن الحكومة سترجع ضمن إطار القانون والمواثق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها كما حمل الجانب التركي المسئولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية نبقى في العراق حيث وصف الناب الأول رئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي إطلاق السفارة الأمريكية نيرانا بحجة تجربات منظومة دفاع الجوي بالخطوة الاستفزازية الجديدة المخالفة للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الكعبي طالب الحكومة بإجراء حازم يوقف التحركات والأفعال المستفزة لمشاعر العراقيين مضيفا أن ما قامت به السفارة في منطقة سكنية عمل غير مقبول وتحدي آخر ضد العراق يضاف إلى جملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية فيه أبلغت حكومة أقليم كردستان العراق بغداد استعدادها لتسليم إرادات بيع النفط بشرط تسليمها بعد الاتفاق على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط وعلى نفقات التصدير تنتظر بغداد وفدا كرديا بعدما وصلها وفد عسكري من البشمرقة ببحثها من المناطق المشتركة عبدالله بدران بضغط انخفاض أسعار النفط وتحت هذا السقف تتفاوض بغداد وأربيل مجددة الهدف المؤقت هو تجاوز محنة تأمين رواتب موظف الإقليم وتاليا تحديد شكل واضح للعلاقة بين بغداد وكردستان العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا سياسيا فإن حكومة الإقليم في خضم أزمة مواجهة كورونا وضرورة تأمين رواتب بلا استقطاع الذي ابتدأ برواتب الموظفين وانخفض إلى مستوى توزيعها وفقا للعائدات المالية الأخوة في الإقليم لا يتصرفون على أنهم جزء من دولة واحدة وإنما يتصرفون على قاعدة الكون فدرالية وليس على قاعدة الفدرالية عسكريا وأمنيا فإن الإقليم يريد دورا في المناطق المشتركة فهذه المناطق الممتدة من خانقين في ديالا شرق العراق وحتى منفذ فيشخابور غربه تمثل واحدة من عقد الملف الأمني فتداخل الصلاحيات الإدارية والأمنية وفي عملية مقاطعة المعلومات ورقة تريدها أربيل في وقت ترى بغداد أن المبادرة الأنسب هي زيادة تواجد القوات الاتحادية إلى أقصى الحدود مع تركيا جهد استخباري واضح سيما في غرب مينوة مناطق العياضية وتلعفر والحضر وخصوصا مناطق الفاصلة ما بين كاركوك وصلاح الدين وديالا وبينما تزداد أوراق الضغط على الجانبين دخل العامل التركي العسكري عامل ضغط جديدا تحاول معه أربيل حل الأزمة عبر قناة بغداد ثلاثة أعوامل من المفاوضات بين بغداد وأربيل مع حكومات متعددة في بغداد وأربيل دخل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا كعوامل ضغطة على الجانبين زاد عليهم التوغل التركي فاقتنع كل الطرفين بضرورة التفاوض وتحديد الموقف كما تراه بغداد عبدالله بدران بغداد الميادين نادد حزب الله بما وصفه بالإيساء البالغة التي أقدمت عليها جريدة الشرق الأوسط السعودية وتطاول على المرجعية الدينية في العراق التي طالما شكلت عاملا أساسيا في حفظ وحدة العراق الوطنية واستقراره السياسي أكد حزب الله في بيان أنه لا يمكن لأحد أن ينال من عظمة هذا الموقع الشريف ودوره التاريخي الكبير ووصف عمل صحيفة الشرق الأوسط بأنه يقدم خدمة مباشرة لعداء الأمة في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حزب الله دع الشعب العراقي إلى التماسك والعمل على تحقيق أهدافه في التحرر والاستقلال الحقيقي تتصاعد الاحتجاجات في رياف محافظة الحسكة السورية ضد الوجود الأمريكي هناك الأهالي منعوا مرور الأليات الأمريكية في قرىهم وقد أحرقوا الأعلام الأمريكية رفضا لوجود القوات الأجنبية عباس الصبخ إلى مزيد من الرفض والاحتجاج على الوجود الأمريكي تسير الأمور في الشمال السوري تصاعد واضح ضد الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية تظاهرات وهتفات وإحراق العالم الأمريكي هكذا بات المشهد في أرياف الحسكة نحن في ريف القامشلي لنعبر عن رفضنا للاحتلال الأمريكي وللقانون قيصر الذي فرضه الأمريكي المحتل على سوريا وعلى شعب سوريا لتجويع شعب سوريا ولكن شعب سوريا لن يركع لا للأمريكي ولا لكل أعوانه الشعب السوري سوف ينتصر بقيادة سيد الرئيس بشار حافظ الأسد وسوف يطرد الاحتلال الأمريكي والتركي من هذه المنطقة ونرفض وجوده رفضا قاطعا ارتفاع حجب التظاهرات المنددة بالوجود الأمريكي والتركي يترافق مع منع الدوريات الأمريكية من الدخول إلى عدد من القرى في أرياف الحسكة والأهالي يعمدون إلى رشق الجنود والأليات الأمريكية بالعصي والحجارة كتعبير شعبي عن رفض وجودهم في مناطقهم حالة الغليان الشعبية ضد واشنطن تؤكد رفض قانون قيصر الذي يهدف إلى تجويع الشعب السوري نحن شعب مستعدين نعيش على الخبز وعالزيتون وعالزعتر على الخبز والزعتر ونرفض قانون قيصر ولا نقبل بالاحتلال الأمريكي حتى تتحرر جميع أراضي الجمهورية العربية السورية بالجيش العربي السوري والقوات الرديفة نحن مجتمعين اليوم في ريف القامشلي لنعبر عن رفضنا التام لقانون قيصر الظالم ونطالب بخروج القوات الأمريكية من أراضينا نطالب لأنها هي من جوع الشعب السوري ومن سرق ونهب خيرات الشعب السوري والأمريكان هم سبب كل بلاء في هذا البلد المتظاهرون في أرياف الحسكة على ثقة بأن الاحتلال إلى زوال وأن مدنهم وقراهم ستعود إلى حض الشرعية السورية هذا هو لسان حال السكان الذين يتهمون الأمريكيين بصرقة خيراتهم هذه التظاهرات والاحتجاجات التعكس شكلا من أشكال المقاومة الشعبية ضد الأمريكيين والتي بدأت بالكلمة والحجارة وقد تتصاعد حتى تحقيق الإرادة الشعبية وتحرير الأرض تعوزير الخارجية الإيرانية محمد جوال ظريفي لعدم تصديق ما تروجه الدعاية الأمريكية والأوروبية بخصوص الأطراف التي نقدت الاتفاق النووي وفي تغريدة على تويتر أكد ظريفنا طهران فعلت ألية فضل نزاعات ستة مرات على الأقل أولها في منتصف ديسمبر 2016 وتتعلق بنقد أمريكي للاتفاق وأخرها نقد للدول الأوروبية الثلاث قبل عام تحديدا وعرض ظريف أربع رسائل واعدا بنشر جميع رسائل في وقت كري وصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في العديد من مدن الضفة الغربية وأخرها في قرية سبوبة غرب مدينة جنين وأفد شهود بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بعد استنشاقهم الغاز المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة عند اقتحامها القرية وكان الفلسطينيون في منطقة باب الزاوية في الخليل قد تصدوا لجنود الاحتلال ورشقهم بالحجارة ما أجبرهم على الفرار كذلك اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة قفيين في تول كرم حيث تصدى لها الفلسطينيون وقد أصيب عدد منهم بحالات اقتناق خلال تصديهم لهذه القوات التي أطلقت باتجاههم القنابل المصيلة للدموع ونبقى في تول كرم حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مجدعطية عجولي في بلدة قفين وإذكر أن عجولي هو من الأسر المحررين في صفقة الجندي الإسرائيلي قلعات شليط وقد أعيد اعتقاله بعدما أمضى 28 عاما في الأسر على خط آخر تتفاعل قضية جريمة قتل الاحتلال بدم بارد الشاب الفلسطيني ياد الحلاق ولسيما مع الكشف عن اختفاء تسجيلات الفيديو التي توثق الحادثة بحسب صحيفة هارتس مع بسان تراف والتفاصيل قضية جريمة قتل الشاب الفلسطيني ياد الحلاق من قبل الشرطة الإسرائيلية تعود إلى الواجهة من جديد في ظل ما كشفته صحيفة هارتس عن اختفاء تسجيلات الفيديو التي توثق حادثة إطلاق النار الإسرائيلي بدم بارد على إياد الذي كان يدرس في مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة إنه معاق صرخت معلمته باللغة العبرية لحظة إطلاق النار على إياد الحلاق وكان جالسا على أرضية إلى جانب المدرسة وهو ما أكدته صحيفة هارتس طبقا لشهادة المعلمة التي أكدت أن الحلاق كان أعزل غير مسلح ولم يعرض حياة أي شخص للخطر وأن مقتله كان مجرد إعدام لشخص عاجز وفيما علنت السلطات الإسرائيلية بدأ تحقيقاتها نقلت هارتس عن كشف نير حسون وغوش براينر حقائق وصفتها الصحيفة بالمقلقة حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع التحقيق وهي حقائق لا يمكن تجاهلها بتأكيد الصحيفة التي أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تنشر أي لقطات من كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ونقل مصدر مطلع على مجرد تحقيقات بأن المحققين ليس لديهم لقطات لعملية القتل وهذا يثير شكوكا خطيرة في تدمير الأدلة وعرقلة سير العدالة وما يثير الدهشة والغرابة هو أن الصحيفة الإسرائيلية أكدت العثور على سبع كاميرات مراقبة على الأقل في المنطقة التي قتل فيها رجال الشرطة حلاق ترتبط خمس من هذه الكاميرات بالنظام مابات 2000 التابع للشرطة الإسرائيلية وبحسب معلومات مؤكدة للصحيفة فقد جرت إزالة كاميرتين بعد الحادث مباشرة مستنتجة الصحيفة أن هناك احتمالين كلاهما خطير للغاية وهما إما أن يكون رجال الشرطة قاموا بسرقة الكاميرات لتدمير الأدلة أو أن السلطات تخفي معلومات مشددة على ضرورة كشفها والإفراج عن اللقطات المصورة بدلا من الاختباء وراء أعذار عرجاء حول التحقيق الذي يقترب على أي حال من نهايته وأي سلوك آخر للسلطات الإسرائيلية سينظر إليه على أنه تغطية للجريمة حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من انزلاق الأمور في ليبيا إلى أسوأ مما هي عليه في سوريا مشيرا لأن الفاعلين في سوريا هم نفسهم في ليبيا تبون أشار إلى وجود اتصال مع أطراف الأزمة الليبية والمتدخلين فيها شديدا على وجوب تنظيم انتخابات في ليبيا عن طريق مؤسسات انتقالية كما أعلن عن إطلاق المزيد من نشطاء الحراك الموقفين لافتا إلى أنه سيجي الاستفتاء الشعبي على الدستور إذا لم تتدهور الحالة الوبائية في الجزائر أيضا انتهت المهلة التي منحتها الرئاسة الجزائرية للأحزاب والمنظمات الأهلية لتقديم مقترحاتها بشأن مسودة التعديلات الدستورية في انتظار الحسم في مصير دستور الجزائر الجديد الذي يدافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون من خلال الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه قريبا على عكس الجدل والصخب الذين رفقا الإعلان عنها انتهت المهلة التي منحتها الرئاسة الجزائرية لدراسة مسودة التعديلات الدستورية وعلى غرار أحزاب الموالات التي أعلنت منذ البداية دعمها الكامل للرئيس تبون في مشروع التغيير السياسي توسعت مروحة مؤيديه لتشمل تشكيلات سياسية جديدة ولدت من رحم الحراك الشعبي مسودة المشروع كان أحد مطالب الحراك ربما نتمهل قليلا لنرى ما يحدث بعد الاستفتاء والمصادقة على المشروع مسودة الدستور إلى غير ذلك وللشعب كل الحق والحرية إذا لم تلب مطالبه ولا لاحظناش تغيير طبعا الشارع يحتضن الجميع المعارضة الجزائرية انقسمت على نفسها بين مرحب بالوضع الجديد الذي تمخضت عنه الرئاسيات الماضية ومتحفظ يطالب بالمزيد مع إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع السلطة وطرف ثالث يرفض بالمطلق مسودة التعديلات الدستورية وكل ما تطرحه الرئاسة عدد من الأحزاب السياسية المعارضة رفضت جملة وتفصيلها هذا الدستور المشكلة هو أنه بتلك الرفض نبقى في إطار الدستور الحالي وبعيدا من إقاع الطبقة السياسية اختارت الكثير من المنظمات الأهلية الاقتراب أكثر من نبض الشارع الجزائري في مقترحاتها لدستور الجزائر الجديدة عبر التركيز على الجانب الاقتصادي والمعيشي في الظروف هذه جاءت مسودة دستور التي تتكلم على الكثير من القطاعات السياسية والاقتصادية نقشنا الجانب الاقتصادي وسط الأجواء الضغطة التي فرضها تفشي فيروس كورونا وتمدد فترة الحج الصحي انحصر النقاش في مسودة التعديلات الدستورية بين الأحزاب ووسائل الإعلام وعليه سيكون استحقاق الاستفتاء الشعبي حول الدستور المزمع تنظيمه قريبا اختبارا جديا للرئيس تبون وخصومه على حد سواء استعادت الجزائر فتا 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي بعدما كانت معروضة في متحف في باريس كانت في استقبال رفات المقاومين الجزائريين الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين رفقت طائرات مقاتلة من نوع سخوية الطائرة العسكرية التي نقلت رفات بعد دخولها الأجواء الجزائرية تحية الجزائر تحية الجزائر لليوم عزيزة كريمة مستقلة حرة بفضل دمائهم وبسلتهم وشجاعتهم هم 24 من قادة المقاومة الشعبية ممن عقدوا العزم أن تحيا بلادهم فكان ما أقسم عليه وتحررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 62 بعد 170 عاما تطوى صفحة قاسية من كتاب الذاكرة المفتوح بين الجزائر وفرنسا مع هبوط طائرة هرقل نقلت رفات الأبطال إلى مطار هواري مومدين الدولي وسط مراسم طليق بمقامهم في وجدان كل جزائري وحر في العالم 21 طلقة مدفعية هي تحية الشرف العسكري للأبطال الذين يدفنون يوم الأحد في ذكر استقلال البلاد الثامن والخمسين في مقبرة الشهداء مع العديد من مليون شهيد حررت دماؤهم البلاد المفاوضات لاستعادة الجثامين مع باريس كانت طويلة وشاقة ولكنهم عادوا من متحف التاريخ الطبيعي عادوا لترتاح أرواحهم في الثرى الذي بذلوا الدم لتحريره من استعمار استمر 132 عاما مارس فيه الفرنسيون شتى صنوف الاضطهاد والتعذيب والقتل بحق الشعب الجزائري لقد تحقق الأمل بعد كثير من الألم وعاد الأبطال مكرمين مبجلين ليلقوا رفاقهم في مربعات الشهداء بالأرض الطيبة بلادنا الجزائر استعادة جثمين الشهداء من منطلق السيادة الوطنية مطلب حققته الجزائر في مشهد تاريخي يجسد معاني نشيد البلاد الوطني الذي كتبه مفدي زكريا لجبهة التحرير الجزائرية بعنوان وقسما ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي هدية منه لشعب الجزائر ولكن هذه الدولة القوية السيدة المناصرة لكل قضايا الشعوب الحرة في العالم مصممة أيضا على استعادة أرشيفها الذي سرقه الفرنسيون ويقول مسؤولوها أن لا تراجع عن هذا المطلب فالسيادة بنظرهم ليست فقط تحرير الأرض بل تحرير الذاكرة أيضا ومحاربو الصحرائي لن يتنازل عن حقهم في كتابة روايتهم لتاريخ استعمارهم واستقلالهم قالت وزارة الرئي والموارد المائية المصرية أن جلسة المفاوضات المصرية الأتيوبية السودانية بخصوص سد النهضة أظهرت عدم وجود توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني الوزارة لفتت إلى أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كلنا على حدة وذلك في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وطلق مقترحاتهم أكد وزير النفط حكومة صنع أحمد الله دارس وجود اتفاقيات سرية غير شرعية بينما وصفهم بالمرتزقة ودول العضوان من أجل السيطرة على الموارد النفطية لليمن دارس يشدد على أن صفن النفطية المفرج عنها اليوم من قبل التحارف السعودي لا تلبي احتياجات السوق مؤكدا محاولة ترشيل الموارد النفطية ولسيما في ظل الحصار ونشد الأمم المتحدة التدخل لمنع استمرار احتجاز الصفن النفطية ووضع آلية واضحة لذلك بسرب من طائرات كي تو المسيرة ردت القوات المسلحة اليمنية على العملية الجوية للتحالف السعودي عملية استهدفت مطار نجران وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط السعودية أحمد عبد الرحمن والتفاصيل على الحدود في خميس مشيط ونجران وليس في العمق السعودي جاء الرد اليمني على العملية العسكرية الجوية للتحالف السعودي على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى رد أشبه برسالة أولى حملها عدد غير محدد من الطائرات اليمنية المسيرة إلى غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط إضافة إلى أهداف عسكرية أصابتها بدقة كما قال المتحدث باسم القوات اليمنية الجيش واللجان الشعبية هم الذين يحددوا أولويات الضربات العسكرية وبحسب أهميتها وبالتالي المعلومات هي متوفرة لديهم أحيانا قد تكون هناك أهداف مهمة وحساسة وذات أولوية تكون في خميس مشيط أو في أماكن أقرب منها لذلك فأولويات الضربات العسكرية يحددها للمختصون عملية وصفت رسميا بالواسعة وإن جاءت أقل من توعد صنعاء بالرد الأقسى وخلافا لتوقعات اليمنيين الذين طالبوا على وسائل التواصل الاجتماعي بما توعد به مسؤولهم هذه العملية هي بداية وسيكون هناك عملية قوية في العمق السعودي لا نتوقعه ولا نستطيع إيقاف هذا الرد سيكون هناك مزلزل لأنه أصبح من حقنا أن نرد بطريقة مناسبة وفي لقطة مناسبة برد على هذا التصعيد المستمر الذي ينفذه تحالف العدوان بصورة مستمرة وهمجية ولم يحترم كلمته في إيقاف هذا العدوان في الأثناء واصلت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مناطق مأرب والجوف بالتزامن مع احتدام المعارك والتوغل قوات صنعاء في مناطق جنوب مدينة مأرب بالتزامن مع هذه التطورات قالت مجموعة الأزمات الدولية لأن السعودية لن تكون قادرة على تحقيق النصر في اليمن محذرة من استمرار التصعيد العسكري داعية إلى تسوية سياسية شاملة ومتعددة الرؤوس أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين حثت منظمة الصحة العالمية دول المتضررة من أزمة كورونا على عدم تجاهل الأرقام والانخراط في المعركة لمواجهة تفشيه المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة قال إن الدول تواجه خيارات صعبة لكن يتعين عليها كسر سلاسل العدوى ويشمل ذلك أقرار تدابير حج إن لم توجد بدائل وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم أحد عشر مليون ربما تظهر اللقاحات فاعلية بحلول نهاية العام ولكننا لا نعلم بعد إذا كان حجم إنتاج تلك اللقاحات سيكون كافيا لبدء تطعيم الناس في وقت مبكر من العام المقبل نتائج بعض اختبارات اللقاحات تبعت على الأمل ولكن ما من نتائج متقدمة وحاسمة بعد الاختبارات السريرية باتجاه لقاح معين شهدت إنجلترا المرحلة الثانية من رفع إجراءات الإغلاق الاقتصادي حيث سمح للمقاهي والمطاعم والفنادق والمسارح ودور السينما بإعادة فتح أبوابها أمام المواطنين أتأمل الحكومة البريطانية أن تعزز هذه الخطوة مسار التعافي الاقتصادي بعدما تكبد قطاع الخدمات خسائر فادحة من جراء انتشار فيروس كورونا موسى سرور السبت العظيم اليوم الذي انتظره البريطانيون بفارغ الصبر لاحتساء المشروبات في الحانات وتناول الطعام في المطاعم وقص الشعر واحتساء القهوة في المقاهي وارتياد دور السينما والمتاحف لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق العام بوريش جونسون الذي يخشى عودة الفيروس من جديد طلب من المواطنين التصرف بمسؤولية وأن لا يستمتع كثيرا بالصيف محذرا من إعادة فرض الإغلاق العام في حال انتشار الفيروس من جديد هدفنا النهائي هو أن يعيش الناس على نحو طبيعي وآمن ومن أجل الوصول إلى ذلك سننتقل من استراتيجية الإغلاق العام للبلاد إلى إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا جديدا لفيروس كورونا الحكومة تريد من الناس إنفاق أموالهم لإنقاذ قطاع الخدمات من الانهيار لكنها في الوقت نفسه فرضت معايير لمنع انتشار كورونا هي معايير رأى البعض ولسيما أصحاب المطاعم التي تكبدت خسائر فادحة أن تأثيرها ليس كبيرا على حركة الأعمال فالأعداد داخل المطاعم والحانات ستكون محدودة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي ومطالبة الرواد بتقديم بياناتهم الشخصية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس أنا ذاهب من أجل قص شعري بعد ساعة من الآن إنه الأمر مفرح فالناس باتت تدرك كيف تتصرف لمواجهة كورونا أعتقد أن الأمر أكثر صعوبة فعلى كل شخص أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا لمواجهة كورونا بريطانيا التي تعد إحدى الدول الأكثر تدررا من وباء كورونا بتسجيلها ما لا يقل عن أربعين ألف حالة وفاة قررت ابتداء من العاشر من الشهر الحالي إعفاء الوافدين من أكثر من 59 دولة إلى إنجلترا دون بقية الأقاليم البريطانية من الحجر المنزلي لمدة إسبوعين ولا تضم هذه القائمة أي من الدول العربية إعادة فتح البلاد اقتصاديا خطوة كبيرة نحو المجهول حيث يخشى العلماء من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا خصوصا وأن الحكومة قد شددت من إجراءات قيود الإغلاق على مدينة لستر في محاولة للسيطرة على الوباء الذي عاود الارتفاع من جديد مستسر لندن الميادين إلى العنوين الحكومة العراقية تصف العمليات التركية شمال العراق بالاعتداءات المتكررة وتدعو إلى وقفها فورا وتناشد المجتمع الدولي التحرك الرئيس الجزائري يحذر من انزلاق الوضع في ليبيا إلى ما هو أسوأ من معرفته سوريا ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في ليبيا منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية في كورونا على وقع ارتفاع أرقام المصابين المنظمة تدعو الدول إلى أقرار تدبير حج في غياب بداء المواجهة الفيروس المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين.net وباللغة الإسبانية اسبانو.لميدين.net ختم النشرة في أمان الله